قصيدتان للشاعر الروسي الراحل يفغيني يفتشينكو ترجمة دكتور أزراج عمر واحد صلاة أمام القصيدة الشاعر في روسيا هو أكثر من شاعر هناك المصير أن يولد كشاعر المصير الذي يهاجم فقط أولئك المحرضين من قبل كبرياء الانتماء أولئك الذين لا يملكون الرفاهية ولا السلام فالشاعر هناك هو صورة العصر والرمز الرائي للمستقبل فالشاعر بدون خجل يلخص مجموعة كل ما حدث من قبل هل أستطيع أن أفعل هذا؟ أنا لست بالرجل المثقف جدا ذخيرة تنبؤاتي لا تحتوي كل الوعود ولكن روح روسيا تحلق فوقي وتتحداني بجرأة أن أحاول على الأقل وأن أسقط بهدوء على ركبتي مستعدا للموت والانتصار أطلب المساعدة بتواضع من شعراء روسيا العظام بوشكين امنح لانسجامك وكلامك الحر وغير المقيد ومصيرك الآسر كأنه دعاية تستنزل النار مع الكلمات ديري منتوف امنح لتحديقتك القاسية وسمع صيانك ومن روحك المنعزلة مثل صومعة هي مختفية في صمت خشونتك وتنفخ مثل الأخت في شمعة اللطف البشري نكرزوف امنح لي في اللحظة التي أهدئ فيها حيويتي أحزان تأملك العنيف في المداخل الأساسية وعند محطات القطارات وفي فضاء الغابات والحقول المفتوحة امنح لقوتك غير المسقولة امنح للجرس القديم الذي يرن ليجمع الناس حتى أستطيع أن أذهب متنقلا عبر روسيا كلها مثل النوت الذي يسحب حبل البحر بلوك امنح لي غيوم تربؤاتك وجناحيك المائلين الذين يخفيان اللغز الأبدي حتى تنهمر الموسيقى عبر جزهدي كله باسترناك امنح لي أيامك المربكة وارتباك الأغصان والحس الباطني والاتحاد والأشباح وعذابات هذا القرن حتى تنفتح وتتضح الكلمة مثل خرير الحدائق وحتى تظل شمعتك تشتعل فيي على مدى القرون يا سنين امنح لي لوجه الخط السعيد رقتك وامنحها لأشجار البتولة والمروج والحيوانات والناس ولجميع الآخرين على الأرض الذين تحبهم بدون مقاومة مايكو فيسكي امنح لي ضخامة جلمودك وتمردك وصوتك الجهير امنح رفضك الشرس للاستكانة حتى أحكي عنها لرفاقي المنشقينة وأنا أشق طريقي عبر الزمان ترجمة نانسي قنقر